السلام عليكم طلبة وطالبات صف الاول الاهدادي نكمل مع بعض حل وشرح كتاب المعاصر الوحدة العشرة واللي بتبدأ بالدرس الاول والتاني السؤال الاول عندي بيقول خلي بالك بيقولك هنا ايه هي المصنوعة من الجلد كلمة دي يا شباب معناها الجلد طبعا هنزل فيه الاجابة عندي كلمة تيبل لها التربيزة لا طبعا كلمة والت دي معناها محفظة طبعا المحفظة ممكن تصنع من الجلد كلمة تليفاجين لها كمستيتش اللي هي تمثال لا طبعا السؤال اللي بعده بيقولينا طبعا هنا بيقولك مصنوعة من القطن they are soft وهي كمان بتكون نعمة ايه هو اللي بيكون مصنوعة من القطن وفي نفس الوقت بيكون نعم بصوا معاها تليفاجين لها طبعا تيبلز اللي هي التربيزات لا عندي كلمة لامس اللي هي المصابيح لا في كلمة هنا اسمها كوشنز يعني كلمة كوشنز يعني المخدات طبعا هي دي اللي هي نعمة ومصنوعة من القطن السؤال اللي بعده بيقولي يعني الجزء العلوي of building. لمبنى. طبعا الجزء العلوي للمبنى اسمه روف. اللي هو السقف يعني. السؤال اللي بعد كده بيقول لي you can't turn on the not to get water. طبعا تقدر تفتح ايه علشان تحصل على المية. طبعا شباب بنفتح الصنبور او الحنفية اللي هي كم التاب. سؤال اللي بعده ولي the wall is made of a. خلي هنا كلمة الزوال دي معناها الحائط. هنا بقول لك الحائط بيكون مصنوع من ايه. طبعا من الحجارة اللي هي كلمة stone. السؤال اللي بعده بيقول هنا the walls of the ancient houses في البيوت القديمة. الحوائط were made of a. صنعت بايه. طبعا صنعت من القوالب الطوب. هنا عايز اقول لك قوالب الطوب. هابوصف الاجابة. قوالب الطوب عندي اسمها بريكس. السؤال اللي بعده بقول هنا the ancient Egyptians. لهم القدماء المصريين built not for making bread. طبعا كانوا بيبنوا يعني عشان يصنعوا العيش او يخبزوا العيش. في مطابقهم. طبعا كانوا بيبنوا الافران اللي هي كلمة ovens. السؤال اللي بعده بقول هنا what color did they not their houses. خلي بالك ايه الالوان اللي هما عايز اقول لك دهنوا بها منازلهم. اطلاق او دهن اللي هي كلمة paint. السؤال اللي بعده بقول لنا expensive car. اللي هي ايه في عربية غالي. or made of leather. عايز اقول لك يعني كراسي السيارة غالية. هي مصنوعة من الجلد. طبعا المقاعد بتاع السيارة اسمها السيتز. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الاول فيها عندي بيقول. يعني مادة صلبة that you can see through. تقدر تشوف من خلالها. used to make bottles windows. خلي بالك بتستخدم في صناعة زجاجات المياه والشبابيك. طبعا ديها شباب مادة صلبة بتشوف من خلالها هي الزجاج. اللي هي كلمة السؤال اللي بعده. not is the material. المادة from the skin of animals. خلي بالك من جلد الحيوانات. طبعا جلد الحيوانات ده شباب بتصنع منه جلد الدباغة اللي هي كلمة leather. السؤال اللي بعده بقول هنا most children's toys. معظم لعب الاطفال are made of a. بتصنع من ايه? طبعا لعب الاطفال معظمها بيصنع من plastic. اللي هو البلاستيك يعني. السؤال اللي بعده. most of our furniture اللي هو الاساس طبعا اللي هو الكناب والكراسي is made of not. طبعا بتصنع من ايه? طبعا شباب معظم الاساس ده بيصنع من الخشب اللي هو وقت. السؤال اللي بعده بيقول هنا teespoons المعالق and some pots. وبعض الاواني are made of a. خلي بالك المعالق والاواني ممكن تصنع من المعدن اللي هي كمت متل. سؤال اللي بعده كده بيقول لي هنا my house is about three kilomètres. خلي بالك عايز اقول لك ان البيت حوالي يبعد حوالي ليس ما اوي. يبقى نختار كلمة اوي. السؤال اللي بعده بيقولي people in their المدينة. خلي بالك ان الظروف اللي هي الساقف بيجي معها حرف الجر اللي هو اون. عايز اقول لك الناس في دير المدينة بيناموا اون زروف. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض عندنا جزء السئلة الخاصة بالقواعد. السؤال الاول بيقولينا. خلي بالك عندنا كلمة مهمة جدا اسمها made of. يعني مصنوعة من. انا عايز اقول لك مصنوع من المعدن. اللي هي طبعا made of. السؤال اللي بعده. بيقولي في مصر القديمة. خلي بالك ده ماضي. دير المدينة. خلي بالك بيقولك هنا في قرية تسمى دير المدينة. عايز اقولك كان يوجد في الماضي. طيب الكلمة دي يا شباب اللي هي قرية دي مفرد. طيب مفرد وفي الماضي بباستخدم was. السؤال اللي بعده. بيقولي هنا خلي بالك بردو هنا. الحدث ده كله كده بيحصل في الماضي. طيب هنا اني يجبها تيجي منفية. منفية وجمع شباب يبقى عندك كلمة ورينت. يبقى عايز اقولك ما كانش موجود اي تلفزيونات. يبقى نقوله دير ورينت. السؤال اللي بعده. زا صوفا اللي هي الكنبة خلي بالك الحدث كله مفرد. طلاقة مفرد. مفرد لازم يجب لها هي از يار. طلاقة مفرد ويبقى استخدم is made of. السؤال اللي بعده. what not the things. خلي بالك things اللي هي الاشياء دي جامع. طالما جامع على طول هنا باستخدم what are. يبقى هنا اقول له يا شباب what are made of. السؤال اللي بعده. بيقولي هنا there not enough time. خلي بالك بقى كلمة time دي اصلا من الكلمات التي لا تعد. طالما لا تعد يبقى تعامل معاملة المفرد. يبقى هنا دار المفرد وهو there is. السؤال اللي بعده هنا بقولي the walls اللي هي الحوائط of the houses where not of bricks. طبعا عندنا مصطلح اتفانة اسمه made of. مصنوع من القارب. بعد كده بيقولي there not any cars. خلي بالك بقى any cars. cars دي اصلا جامع. وany not. وancient دي ماضي. يبقى عندي اول حاجة هنا بحدد ان الجملة ماضي. داني حاجة بحدد ان الجملة سواء جامع ولا مفرد. طالما كارز جامع. تالت حاجة منفية عشان اني يبقى هنا استخدم ماضي جامع منفي اللي هي كلمة ورانت. السؤال اللي بعده. I'm not sure. I think not made of cotton. طيب انا عندي هنا شباب عايزول انه مصنوع من. هو هيكون مصنوع من. طبع made of لازم يجب لها is. سنقوله it is of cotton. السؤال اللي بعده اللي هي it's here. there not boats. طبعا كنت بوتس دي جامع. in ancient ايجيبت. خلي بالك عايز هنا ماضي وجامع. يبقى هنا اقوله كان يوجد اللي هي where للجامع. بعد كده شباب عندي سؤال correct. سؤال الاول عندي بيقول when were the stone age? خلي بالك كلمة دي معناها العصر الحجري. طبعا شباب العصر الحجري ده مفرد. مفعش استخدم مع where. وماضي يبقى استخدم was. يبقى قوله هنا when was the stone age? السؤال اللي بعده my bed is make of. لا اسمها made of. يبقى هنا اقول له my bed is made of what? يعني صنعة من الخشب او مصنوع من الخشب. السؤال اللي بعده بقلي there were any bedrooms. طبعا شباب خلي بالك كلمة دي جاء جامعة وكلمة وير مظبوطة. لكن هنا عندي هنا any. طالما any بلازم انفي. يبقى هنا هنفي كلمة وير دي طبعا بان او سوفيتي. هنا اقول له weren't aware not. طبعا اتنين صح. بعد كده بيقول لي هنا what is the car seats made of? خلي بالك بيتكلم هنا على مقاعد السيارة. مقاعد السيارة دول جامعة كتير مش مفرد. فمفعش استخدم is. لكن هجب الجامعة منها يا شباب اللي هي تكون are. يبقى اقول له what are? السؤال اللي بعده is the glasses made? خلي بالك كلمة دي اصلا جامعة made of plastic. خلي بالك هنا طبعا هستخدم are لان بسعر عن جامعة فاقول له are وكمل. بعد كده بقول لي there weren't some tabs in ancient Egypt. خلي بالك بقى هنا ما يفعش استخدم some لان الجملة ما نفيه. طالما في نفيه باستخدم any. السؤال اللي بعد كده بقول لي هنا the scissors اللي هو المقص يعني is made of metal. خلي بالك الكلمة دي بتعامل معاملة الجامعة زيها زي كلمة النظارة. كلمتين اللي يا شباب بيعتبروا جامعة. فانا اقول لك are مش is. صبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون عندي exercise على الدرس الاول التاني بيبدأ معايا بسؤال listen. اللي هو سؤال نصر استماع. خلي بالك السؤال ده برا قطعة صغيرة كده بتسمحها على مهلك فيه الامتحان. ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي. يعني الاجابات اللي انا بحلها دي كلها شباب بتحلها من خلال القطعة بتسمحها في الامتحان. طيب بنحل السؤال ده بشكل السرية ده ليه? لان السؤال ده محلوب في اخر الكتاب والقطعة موجودة في اخر الكتاب. سؤال اللي بعد هو سؤال اول هنا بقول لي خلي بالك هنا بقول لك في مصر القديمة طبعا الناس كانوا بيستخدموا البردي للكتابة. طبعا مصر القديمة اسمها. السؤال اللي بعده العديد من الكراسي are made of ايه? خلي بالك كراسي دي بتصنع من ايه? بتصنع من الخشب. السؤال اللي بعده. what do you know about that stone ايه? بيسألك كان انت تعرف العصر الحجري اسمه ستون ايج. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا نقط خلي بالك هتلي بقى الحاجة المصنوعة من القطن. طبعا القطنة يا شباب هنزف الاجابة هنا على كلمة كوشنز اللي هي المخدات. السؤال اللي بعده في مصر القديمة. طبعا دير المدينة ديها يا شباب هي اصلا قرية. قرية اللي هي village. السؤال اللي بعده كده بيقول لي we have a or a not to cook food in. طبعا حاجة احنا ممكن نطبخ فيها الطعام. طبعا دي اسمها الفرن. الفرن يا شباب اللي هي كلمة oven اللي هي فرن. بعد كده بيقول لي you can turn on the not to get water. تقدر تفتحها لشان تحصل على المية اللي هي طبعا تاق. الحنفية او الصنبول. صفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض بتبدأ معي بالسؤال اول فيها بيقول لي in ancient Egypt. يعني في مصر القديمة there not boots اللي هي القوارب او المراكب. طبعا الكلمة دي جامعة شباب وده ماضي بعايز هنا there where. السؤال اللي بعده بيقول هنا where there not kitchens in the past. تخلي بالك ده ماضي. كلمة kitchens دي جامعة. طيب انا عندي هناك جملة دي سؤال طالما سؤال احنا بستخدم اني ولا سام. برافو عليكم هنا احنا تستخدم كلمة اني. يعني هل كان يوجد اي مطابق يعني السؤال اللي بعده زا صوفا للك الكنبة. خلي بالك اسمها مصنوع من السؤال اللي بعدك كده هو سؤال. خلي بالك السؤال ده عبارة اربع نقط اربع نقط دول عليهم اربع درجات. كل عليك يا شباب انك هتشير كلمة غلط دي وتكتب مكانك كلمة صح. هنا بقول لك اللي هي المصابيح. طبع اسمها made off. ان السؤال ده كله على القواعد. السؤال اللي بعده بقول لي I don't know what it made off. طبعا شباب هنا عايز يقول لك يعني I don't know what. لازم يجاب لها is او are. يبينها طالما ات مفرد يبقى استخدم is. يبقى له is made off. لازم ازبط الجملة. هيسمعها are او is made off. السؤال اللي بعده بقول هنا there wasn't no rain. لا طبعا الجملة منفية هنا هقول لك اي مطر. هايز يقول لك يعني لا يوجد اي مطر. فاقول لك any rain. السؤال اللي بعده بقول له هنا there where any man. طبعا دي any موجودة. طالما any موجودة شباب يبقى لازم انفي. انفي ايه? انفي where. انفيها بايه طبعا بإنه وصرف t او not. هنقول له wherent. in the hole. هي بكلمة wherent.